السلام عليكم ورحمة الله أحبسي في الله مرحبا في ثالث موعد أسبوعي أتمنى أن يجدكم في أحسن الظروف والأحوال وصلى اللهم وسلم على سيد الخلق وأشرف المرسلين لمتتبعين وأوفيائنا الذين لا يبخلوا علينا بالمتابعة اليومية أكيد أنتم تعرفون موضوع فيديو اليوم ولمن لم يسبق له معرفة الموضوع أو تعرف عليه من خلال العنوان فكما ذكرت لكم هو سؤال يتردد أو هو إجابة عن سؤال يتردد تقريبا يوميا على مسامعي سواء في تعاليق اليوتيوب الواتساب أو الانستغرام وتختلف طريقة طرحه من سيدة لأخرى فهناك أسئلة ترد على منوال استعملت البرنامج لمدة أسبوعين أو شهر ولم أرى أي نتيجة أو أن يطرح السؤال بشكل آخر أحيانا حتى قبل أن نبدأ العلاج فهناك أشخاص عندما أمدهم بالعلاج يزالونني متى ستظهر النتائج فكذلك هناك أشخاص أمدهم بالعلاج ثم يبعثون لي بصور أخرى بها ما رأيكي بهذا؟ وهل هذا الذي أعطيتني إياه أحسن من هذا الذي وجدته أنا بمواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني أسئلة من هذا القبيل فأنتظر نحبس الفيديو واحد دقيقة كان شوية ديال الدجيج على برات المكتاع الفيديو باش نتمل لكم تفرع مزيان فصراحة أنا عندما أسمع هذه الأسئلة أو ما شبهها فأوقنوا أن هذا الشخص لن يعالج أكيد تسألون لماذا؟ لأنه ربما أن هذه الأشخاص بعد بدء العلاج بأسبوع أو أسبوعين ما غديش يشوفون النتائج وفاش ما غديش يشوفون النتائج من مروحة الأسبوعين أو شهر منها العلاج فأكيد غدي بحثوا على إلى علاج آخر ومني غدي فشلتا هذا العلاج فهما غدي يوقفوه ويقلبو على علاج آخر وغدي بقوا دائما في هذه الدوامة يعني كي يضروا فيها فتسعة وتسعون في المئة ممن نجح علاجه بالقناة صراحة التزموا بالبرنامج بشكل جيد وكانوا حذرين ولم يسألوا هذا السؤال بالمرة ولأجيبكم أنا يعني سأشرح لكم يعني كم يستغرق من الوقت العلاج كي ينجح معنا أو لماذا تختلفوا تختلفوا الآراء بين الأشخاص هناك من يقول أنا نجح لي العلاج في شهر وآخرين أنا لم ينجح لي العلاج خلال عام يعني لماذا هذا التضرب في الآراء وكم يستغرق العلاج فحتى أكون صريحة معكم يجب أن أشرح لكم الأمور من البداية حتى يتم استيعابها بشكل جيد فمن الضروري أن نعلم أن هناك نوعين من التصبغات هناك تصبغات تملأ الوجه كله وداكنة وتظهر بأنها عميقة كما هو موضح في الصورة فهنا كتبالينا بأنها التصبغات يعني كيجينا واحد الإحساس بأنها عمرها ما غدت زلنا من الوجه دينا وكتبالينا عمرها في الوجه كامل وعميقة وسفي معنا تشيحل وكينا التصبغات اللي هي خفيفة ومنتشرة في كامل الوجه ولا جزء من الوجه ولكن ما كتغطيش لنا الوجه دينا كامل يعني كتبقى تشهنا وتشهنا وتشهنا يعني فرقين وكيبالون لنا خفافين حل مثلا الأثار دي البطور كيما كتشاهدوا هنا في هاد الصورة فكيما قلنا كينجوج أنواع ديال التصبغات كينا اللي يوريدكم والثانيين فإلى بغينا بغينا نعرفو شنو التأثير ديال العلاج على هاد النوع من التصبغات فعلش كنقول لكم أنا صفتوليها صورة باش نعرف التصبغات اللي كينا كيفاش دارها ونعطيكم العلاج المناسب لها فقد نطرق لهات المسألة من بعد لأن حسن هي كندخل في باب العلاج فكيفاش كتجري الأمور مني كيكونوا عنا هاد جوج أنواع ديال التصبغات طبعا مني كتكون عنا التصبغات بحال في الصورة الأولى اللي وردتكم مني كيكون وجه ديالنا كله مليء بهات التصبغات وقد ظهر بأنها عميقة وبأنها يعني قبيحة بأنه صعيب صعيب العلاج منها فإن فك نبدأو العلاج فأكيد أن أي تغيير طفيف كده سيظهر لنا واضحا وجليا يعني غير كتبدأ شي بلاسة تصفى لنا وكتبدأ شي آتار ديال بوادر ديال النجاح كتبدأ لنا فإننا نقول بأن العلاج بدأ المفعول دياله إيبان أو المنتجاز بدأت تعطي المفعول ديالها فهو يعني سائر في طريقه إلى النجاح يعني هاد مسألة أخصنا نكونوا واتقي منها والناس اللي كانوا عندهم ليطاش بزد رغم غادي يفهموني أكتر على يش كنت كلها غنجيب صورة ثانية أو النوع الثاني من تصبغات يعني مني كتكونوا عندنا واحد البشرة اللون ديالها مثلا بيض أو حنطي أو أصمر وكيكونوا فيها الكتاش يعني غير بضعة تصبغات هنا وهنا 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 يعني بقع سبلايس محددة أو آتار ديال البوتور فإحنا مني كن بدأوا العلاج كيقدر يدوز شهر وكيقدر يدوز واحدة شهرين والأغلبية ما غديش يلاحظوا بأنك هناك تطور أو هناك تغيير هو فعلا كيكون تغيير وما كيكونش الوضع راه باقي على ما هو عليه كيما كان في اللون ولكن احنا ما كنلاحظوش علاش؟ لأن ما كانوش عندنا شي تصبغات بحال الصورة الأولى اللي غدي بدا يبالينا مع هالفرق يعني مهما كان تغيير واضح فرما ما غديش يبالينا في الحالة ديالتانية ديالتصبغات اللي هي خفيفة فتطورات راه كتوقع ولكن ما كتبانش لنا لسبب اللي قلت لكم فإلا كنا متابعين واحد البرنامج اللي هو جيد ودقيق وردي لبال ديالنا فحدة التصبغات الخفيفة كتبيين لنا بأن البشراء راه متحسناتش وأن العلاج راه متوقف وأنه ماشي زبين ولكن لا العلاج راه كيتحسن علاش كنقول لكم أنا سيفطولي صورة ديالكم من مور مثلا واحد العشرين يوم او واحد شهر أنا كنشوف يعني كنشوف وش كين تغيير كين بعض النسكي سيفطولي الصورة كتقول لي أنا درت ما كينتاش يتحسن كنش بيطلها الصورة اللولى اللي سيفطتها لي وكنحط عليها وكنقول لها شوف الصورة اللولى الصورة الثانية كتقول لي آه بالفعل كينتحسن ها علاش أنا كنطالب الصور يعني في الحالة الأولى ديالتصبغات العميقة والداكنة والكثيرة تحسن كي بدي يبالينا يعني من الاستعمالات الأولى علاش لأنه وضع يعني حد وفي الحالة الثانية ديالتصبغات اللي كتكون متناطرة او خفيفة او آتار ديال البطور فنغمان ما غديش تبالينا كثيرة حيث ديالجا ما عنا شي حاجة اللي هي كبيرة فأخذكم تفهموا هاد المسألة غدي نشرح لكم بطريقة أبسط إلا كانت مازال هاد طريقة يعني ما نفهماش لكم غدي نعطيكم مثلا واحد الدار واحد البيت يعني كله مبعتر ما منضمش مخربق حالته حالة متسخ مهم واحد الحالة مأساوية اللي هو فيه غدي نضوه يعني كما كنقولو حنا عنا بدرجة نخملوه ونجمعوه ونسيقوه ونحكو الجدران ونصبنوه ونعطوه ونطرفوه كل شي نتيجة غتبال لنا غيبال لنا الفرق كبير بس كي كانت واحد الفوضى عارمة في هذا البيت فإن فقدين بدون نطرفو غرب أشياء اللي هي بسيطة ونعطوه هاد البيت ونحطوه هادي ونجمعوه هادي من هنا غيبت يبال لنا التحسن غيبت يبال لنا الفرق بحقان دخلا كان عنا واحد البيت دائما مرتب دائما يعني معاوط فكي تكون بعض الفوضى في بعض الأماكن يعني وخاك نرتبو ذيك الفوضى اللي كتكون خفيفة كي بنشلنا واحد الفرق كبير بحل ما إلا كان عنا البيت كله في حالة فوضى فبهذا المثل أنا متأكدة أنكم غدي تكونوا فهمتوني بالضبط أشنو كان يعني فالأمور دبارها واضحة وتمتحس بشكل كبير الخلاصة اللي بغيت نقول لكم أنه على عكس ما يعتقد البعض كلما كانت تصبغات أقل كان العلاج أسرع لا فكلما كانت التصبغات أوضح وأكثر كلما ظهرت بواد العلاج بسرعة هذا ما كيعنيش بأننا سنشوفهم 100% ديك اللحظة غير كي بدي يبال لنا الفرق وكي بدي يبال لنا العلاج راح كيدير المفعول إدياله فقط فالعكس أو ثاني صحيح كم مشرح لكم في الحالة ديال البيت اللي كله فوضى ولبعض الغرف دياله أو بعض الأماكن دياله غير اللي هي حالة فوضى ففي كلتا الحالتين العلاج كما أقول دائما كيتطلب مننا واحد الصبر واحد المتابرة والأهم الأهم استبعاد سؤال اللي كنلقاه يوميا كيتكرر خاصة عند نجاح متتبعة في تخلص من التصبغات فكنلقى السؤال ديال شنو استعملتي أختي بالضبط وهذا الشي اللي بغيت نقول قبيلة راح أنا كنطلب الصورة باش نعطي العلاج المناسب للصورة راح ماشي علاج استعملته أخت وحدة صالح لجميع الناس هاد المسألة دائما كنقولها والناس اللي كيسولوا هاد السؤال يعني أنهم مازال مستعبوش مزيان ما أقوله أن العلاج تصبغات ليس حكرا على المواد فقط المواد أو المنطوجات تلعب 50% و50% تبقى طريقة وصبر وموضبة فكل واحدة لها برنامج خاص بها لا يشبه الأخرى ومن يسأل متى تبدأ النتيجة في الظهور أو ماذا استعملت أختي فلتكون على يقين بأن التصبغات لن تزون منها أبدا وأغلب أغلب من أتواصل معهن جربت هذه الطريقة بدون فائدة فإذا يعني البنت كلهم سيدت كلهم اللي كانت تواصل معهم كيقولوا لي راحنا وصبنا بالإحباط ما خلينا مدرنا ما خلينا مجربنا تشي حاجة ما راح حاس معنا علاش على هاد الأسباب اللي تكرس على هاد الأسئلة اللي كتسأل على هاد الأخطاء اللي كنديرو فدائما أنا كارجع للموضوع ديال التصبغات لأني أرى أن هناك دائما أشخاصا لم يستوعبوا بعد أين يكمن المشكل الحل هو أنه كلما التزمنا ببرنامج جيد لا من ناحية المنتوجات الجيدة والمناسبة لنوع التصبغات لنا ولا من ناحية التطبيق سيقول العلاج أسرع وأحسن وليس هناك في العالم من يمكنه أن يقول لكم هذا العلاج أو هذه التصبغات ستزول في ضرف شهر أو شهرين أو ثلاثة أو عام أو عامين لأنه ليس هناك من يعلم متى ستزول الضمان الوحيد لذوال هذه التصبغات والالتزام الجيد بالبرنامج الذي تتبعونه فقط فللإشارة بما أننا على مشارف توديع السنة الجارية والثقفة السنة جديدة ستكون تغيرات ستطلق القناة إن شاء الله وبإذن الله تعالى منها أن التواصل سيكون بإذن الله ابتداء من يناير 2022 إن بقينا على قيد الحياة عبر الأنستغرام حتى نتخلص من تواصل الواتساب لأنه للأسف للأسف الواتساب به عدة عدة مشاكل فلا يساعدنا في التواصل بشكل جيد لهذا سنوقف التواصل عبر الواتساب ونبدأ تواصلنا الجديد مع سنة جديدة عبر الأنستغرام بالتدرج وللتتذكير أستغرام القناة هو yt.comvote فأقول لكم كالعادة أتمنى أن أكون قد وفقت في اختياري موضوع فيديو اليوم تبتم وتابس أوقاتكم في أمان الله